السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة كيف حالكم سنضيفي من القفواتي اول برنس فوتو برجانالكم يوم مقطع جدي مقطعنا يوم راح يكون تقييمي لاجهان فنان دي النصر السعودي بعد ان اكمل اجانبه امس طبعا. طيب عندنا اول لعبة عندنا اه تاريكس تاريسكا وتاريسكا. راح قيمة عندنا تقيم طبعا اسطوري فنان وعاد وسيء من يعني اسطوري افضل واحد يعني اوكي وتاريسكا يعني امن افضل واحد من هذا النصر. في اول ثلاثة جولات هدا اسطوري. طيب. نشوف اللعب البعض. طيب اللعب عندنا اللعب الثاني فينست ابو بكر. بينا استبو بكر راح نقيمة تقييم. لاعب. اسطور ولفن بينهم تقريبا لكن راح يكون اه. لا ما انا اسطوري. اسطوري. هو بتاريسكا وصراحة صفقة الناس هادا الموسم اسطورية مرة. طيب عندنا اللاعب اللي بعده والي هو انسلمو لتعاقد معه نادي نصر امس. تقريبا. يمس. وراح نقادم النادي الوحدة. ما لعب ولا مبارا بس وراح نقيمة لاعب. هو لاعب فنان الصراحة في الموسم الماضي. اوكي. نشوف اللاعب الرابن. طيب يا جماع عندنا اللاعب البعضة في فونست موري. المدافع. راح اقيمة لاعب نوع ما هو عادل يعني. ما يعجبني شوي ما يعجبني يعني. ما يتحرك كثير يعني. يعني. ما يبقى في مركزة. يروح وصل مرح دفاع فا. طيب يا جماع عندنا اللاعب البعضة. جلدين مشاري بوف. راح اقيمة لاعب بكل صراحة في فنان. بس نسقطة شوي بس. طيب. راح نشوف اللاعب اللي. عندنا اللاعب اللي هو بيتي مارتينز. راح اقيمة لاعب بكي صراحة فنان. وبقوة. افضل اللي يعني كي نافسة سنسلمه. طيب يا جماع عندنا اللاعب البعضة والاخير عبدالرزاق حمد الله. لاعب المهاجمة نصر. هذا يمكن عبدالرزاق حمد الله مع نادي النصر من الفين. وتسعة عشر. فرح اقيم عبدالرزاق. وان امانه هو لاعب اسطوري. بالان اسطوري والفنان لكن. لاعب يعني. يظهر لكم بارت مباريات. فرح اقيمة لاعب فنان. طيب. ولا هنا وصل هنا تلمقطع. طبعا. راح اقول لكم ايش قيمت اللاعب. اه تليسكا ووكل اسطوري. والفنان عندنا انسلمو ومشاريبوف وبيتي مارتينز وحمد الله. وفونيس مونستموري. طيب ليه انا قيمت ما قيمت بيتروس. وين بيتروس? بيتروس اه فسخوا عقدة. والله صلنا في جلسلنا في القناة وفعلوه زر التنبيهة تتبعوش تكون تفكي مع السنة.